بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أطفالي وولاد الغاليين عاملين إيه؟ يارب تكونوا بخير والساينس يكون بقى سهل وبسيط على أقولكم يلا النهاردة هنكمل في يونيت 1 كونسبت 1 بارت 3 لائد أن سايت والنهاردة هناخد لسم 6 اكتيفدي 12 التتم بقى بتاعتنا والتطبيق العملي بتاعنا يلا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم التتم بتاعتنا بقى والتطبيق العملي اللي بناخده مع نهاية كل كونسبت بص حضرتك كده على الصورة البنوتة الجميلة اللذيزة اللي وقفة لبسة نظارة في الصورة ديت وبعد كده جاوب نمبر 1 يعني بيقول لي هل البنوتة الجميلة اللي وقفة ديت في الصورة عندها مشاكل في النظر؟ تمام؟ يسور نو؟ يسور نو؟ ليه علشان هي لبسة نظارة؟ طيب نمبر 2 هل النظارة اللي هي لبساها البنوتة الجميلة ديت بتساعتها ان هي تشوف احسن واحسن؟ يسور نو؟ يسور نظارة يلا بقى نبدأ ونقول The eye has a lens العيون بتاعتنا احنا كبشر وكذلك عيون الحيوانات ربنا خلق لنا جوا العيون ديت a lens يعني عدسة كل عين من عينيك ربنا خالق جواها عدسة ممتاز؟ Act as a magnifying glass بتعمل كعدسة مكبرة طيب The magnifying glass can take the sun rays بيقول لي بقى العدسة المكبرة بقى شغلها ايه؟ العدسة المكبرة برا العيون شغلها ايه؟ The magnifying glass can take the sun rays and concentrate them بتقدر ان هي بتاخد الشعاع الشمسي اللي حضراتكم شايفينه في الصورة ديت وبتبدأ ان هي تconcentrate them بتركزه تمام؟ On a single point بتركزه في نقطة واحدة اهو شايفين؟ شايفين هنا Falling light بيعدي من magnifying glass Collect light in a single point في نقطة واحدة خد الاشاعة اللي موجودة حضراتكم شايفينها The one, two, three, four, five وراح جاي عدى بيهم من خلال المagnifying glass وجمعهم في single point As shown in the figure As well as كماءً The eye works in the same way برضو العينين اللي ربنا خلقها لك ديت وخلق لك جواها A lens act as a magnifying glass انا خلاص عرفت شغل الـ magnifying glass ان هي بتجمع الاشاعة الضوئية في single point في نقطة واحدة كذلك العدسة اللي ربنا خلي اهلك جوا عينك بتجمع برضو Light waves اللي وقع عليها وبتجمع برضو In one point بتبقى موجودة على الشبكية اللي موجودة في الجزء الخلفي من العين اللي هي الريتنا اللي بتخليك تشوف الصورة كويس واضحة وممتازة What happens when the light reaches the eye ايه اللي بيحصل لما الضوء بيوصل لعينك ايه اللي بيحصل The lens inside the eye خلاص منا عرفت ان ربنا خلق لي Lens موجودة جوا الاي بتاعتي The lens inside the eye اهه العدسة داخل العين بتعمل ايه مشان عرفت ان العدسة اللي كانت اللي هي الامجنفاينج جلاس كانت collect light in one point نفس الكلام The lens inside the eye focuses تمام Focuses the light كلمة focus بتساوي كلمة collect بتساوي كلمة concentrate تمام بيقول لي ان العدسة داخل العين بتركز الضوء الساقط عليها وايه فين مكان بقى بتركز الضوء ده الضوء الساقط عليها بتركزه في اي مكان بتركزه onto the back of the eye في الجزء الخلفي من العين واحنا اتفقنا ان الجزء الخلفي من العين في موجود مين The retina اللي هي الشبكية ممتاز يلا نكمل نقول when the lens focuses light واول بقى ما العدسة لو انتم ملاحظين كده الشعاع الضوءي اللي ساقط علي العين اللي هو reflect from an object اهو fall on the object and reflect onto the eye اهو معكوس كده جلما جيه يعدي من ال lens اللي موجودة inside the eye بدأ انه هو يتجمع على الشبكية اللي موجودة at the back of the eye اللي موجودة في الجزء الخلفي من العين ويتجمع برضو في ايه في single point تمام اتجمع في نقطة واحدة when the lens focuses light it collects اه جمعت بقى العدسة جمعت الايه جمعت اهيه جمعت الضوء يبقى it collects the light العدسة جمعت الضوء in a point في نقطة واحدة ما انا عارف ان ا بتساوي كلمة one لكنه بالظبط ايه بيقول لي in one point كلام جميل يعني لما اجيه اكتب واقول in one point صح لما اجيه اكتب اقول in a point صح لما اجيه اكتب اقول in a single point صح التلاتة صح a single point one point a point كلهم بيفيدوا ان هي حاجة واحدة بس so لذلك you can see different objects ممتاز يبقى يلا نكمل ونقول how do optometrists help us see يعني ايه معنى السؤال ده يعني كيف يساعدنا اخصائي البصريات على الرؤية يعني هو بيقصد اطباء العيون بالمناسبة برضو ان اطباء العيون بيبقوا اسموهم ophthalmologist ophthalmologist دولة اللي هم اطباء الرمض يعني كيف يساعدنا اطباء الرمض في ايه ان احنا نشوف كويس كلام جميل يانا نقول number one if the lens in the eye does not focus the light properly بيقول لي لو العدسة اللي موجودة جوة العين بتاع حضرتك doesn't focus the light properly لو هي مش قادرة ان هي تركز الضوء الساقط عليها بايه بشكل جيد ايه اللي هيحصل the person may have blurry vision اللي ايه الشخص هيبقى عنده رؤية مشوشة تمام يعني باللغة العامية كده انت بتقول ايه عناية بتزاغل ما باشوفش الاشياء كويس ده ايه اللي هو التشويش او الرؤية الضبابية ممتاز number two some people are not able to see far objects اكيد كلنا شوفنا ناس بتمسك الموبايل كده تمام وبتقربوا من عينيها قوي 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 عشان تقدر تبص فيه فبعد الاشخاص دول some people are not able to see far objects يعني لو بعد بايده كده لو بعد الموبايل بايده كده عن عينه ما يقدرش يشوف فلازم يقربوا من عينيه كلام جميل while بينما some other people فيه اشخاص تانية اكيد احنا برضو شوفناهم بيبعدوا الموبايل كده بيديهم عن عينيهم قوي قوي بعيد خالص علشان يقدر يشوف اللي موجود على الموبايل صح الكلام ولو قربوا ما يقدرش يشوف يبقى انا عندي نوعين من الاشخاص لحد الوقت some people are not able to see far objects فيه ناس ما بتقدرش تشوف الاشياء البعيدة عنها وفي نفس الوقت فيه موجود عندي while some other people are not able to see near objects وفي نفس الوقت فيه ناس مش تقدرش ان هي تشوف الحاجات القريبة من عينيها قوي also ايضا there are some other people ده فيه كمان نوع ثالث احنا قلنا نوعين اتنين من البشر نوع ما بيقدرش ان هو يشوف الحاجات البعيدة عن عينه والنوع التاني ما بيقدرش يشوف الحاجات القريبة من عينه النوع الثالث بقى هنقوله هو also there are some other people have difficulties destination between colors بيبقى عندهم صعوبة ان هما يفرقوا بين الالوان اللي هو بيبقى عندهم ايه colored blindness عندهم عمى الوان يا ربي احفظنا جميعا ويبارك في اطفالنا يلا ندخل على number three بيقول لي اللي هما اخصائي الرمض الناس زي ما انتم شايفين كده دكتور اي دهوت وفيه بانوتة جميلة قدامه على الجهاز اللي هو دهوت وبيبص كده علشان يقص لها نظر بقى ويشوف النظر بتاعها اخباره ايه optometrist اللي هما برضو اللي هما اخصائي الرمض can test the eyes to determine whether the lens in focusing the light properly يعني بيقول لي ان اطباء الرمض بيقدروا ان هما يختبروا العيون بتاعتنا علشان يحددوا whether the lens in focusing the light properly ولا لا علشان يشوفوا العدسة اللي ربنا خلقها لك بتقدر ان هي تركز الضوء السقط عليها ولا لا number four and optometrist can determine how to correct the vision by different ways وبرضو بيقول لي ان طبيب الرمض بيقدر ان هو يساعدني ان ازاي يقدر يصلح لي الرؤية بتاعتي دهيت تمام وده بيكون بطرق مختلفة يلا زي ايه number one using glasses ان هو يعمل لك نظارة يصلح لك الابصار بتاعك بندارة using glasses or contact lenses لو انت منتش حابي بشكل النظارة ممكن نعملك contact lenses اللي هي العدسات اللاسقة طيب في حاجة كمان اه في حاجة كمان using leather surgery تمام اللي هو تصحيح الابصار عن طريق ال leather وطبعا دي صايحة دلوقتي موجودة الناس كلها بتروح تصلح نظرها خلاص الناس كلها دلوقتي بدأت ان هي تتخلى عن النظارات وتتخلى عن ال contact lenses وبدأت ان هي تلجأ لل leather surgery كلام جميل اللي هو تصحيح الابصار عن طريق ال leather تمام؟ يلا نشوف النوت ديت مع بعض optometry students الطلبة اللي لسه بيدرسوا طب الرمض بيتعلموا ايه؟ learn how بيتعلموا ازاي to prevent blindness عايزين يتعلموا يمنعوا على قد ما يقدروا اللي هو العمى number two treat eye diseases ان هما بيحاولوا ان هما يعلقوا الايه؟ امراض الرمض ممتاز وكمان بيحاولوا ان هما يصلحوا الايه؟ الرؤية بتاعة الشخص كلام جميل؟ يبقى النوت بتقولي optometry students learn how to prevent blindness treat eye diseases and correct vision check your understanding number one the lens inside the eye العدسة اللي ربنا خلقها لك قوة عنيك focuses the light onto the pack of the eyes true or false؟ yes bravo عليكم true number two optometrist optometrist اللي هما optometrist اللي هما مين؟ اللي هما اطباء العيون can correct the problems بيقدروا ان هما يصلحوا المشاكل اللي موجودة في eye sight تمام؟ المشاكل اللي موجودة في مجال الرؤية by using leather surgery تمام؟ بيقدروا بيعملوا ده عن طريق تصحيح الابصار بالايه؟ بالليزر true or false؟ yes it is true سمعتوكم وكلكم وانت بتقولوا true number three if a person is not able to see far object يعني لو في شخص مش قادر ان هو يشوف الاشياء من على بعد this means that هذا يعني ان his eye lens is focusing the light properly يعني ده بيقول لي ايه؟ لو انت عندك شخص ما بيقدرش يشوف الاشياء البعيدة ممتاز ده بيكون معناه ان عيون هذا الشخص العدسات اللي موجودة جواها بتقدر ان هي بتقدر ان هي تفوكس الايه؟ اللايت اللي موجود properly طبعا it is wrong تمام؟ لان هنا لو انت عندك شخص not able to see far object or not able to see near objects or have difficulties distinguishing between colors ده طبعا بيكون سببه ان his eye lens is not focusing the light properly يعني العدسات بتاعته ما بتبقاش قادرة ان هي تركز الضوء السقط عليها باحكام علشان تطلع رؤية واضحة يلا والى هنا اقولكم ان احنا كده الحمدلله رب العالمين خلصنا activity 12 ويعتبر احنا كده بننهي concept 1 part 3 فضل لنا معاكم فيديو باذن الله اللي هو بتاع الريفيو هنشوفكم فيه على خير باذن الله علشان بقى نتمم concept 1 part 3 وان شاء الله اشوفكم على خير في الفيديوهات الجديدة بقى اللي هو concept 1 part 4 وتكون الامور سهلة وبسيطة طبعا قبل ما سيبكم هقولكم شير في الخير فتدلع الخير كفاعله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته